عمدة عدد عقادي إذن يكون زاد عدد عقادي غير منعدي وم صورته زاد كتسوي من A زائد AB إذن لتمثيل زاد في المستوى العقادي نمثل النقطة M الإحداثية إذن نقطة A نحصل على الواحد المتجهة وم هذا العدد العقادي يمكن المثل بطريقة أخرى إذن يمكن المثل بالمسافة OM التي تمثلنا المعيار Z وكذلك بوحد الزاوية التي كانت مبين U ومبين OM هذه الزاوية تمثل الزاوية الموجهة الزاوية الموجهة هذه الزاوية الموجهة إما تكون موجهة توجيها مباشرة أي في المنحة الموجب ؟ إذا كانت ك Pack وهيته الخمسчит إذا كان تكون في المنحة السالبة لا تتجاه منحة قريبة الساعة إذا كان الى المنحة السالبة الموجهة تقايص او توافق اذا نسمي هذه توافق بترديد او تساوي زائد جوج كاب ب. اذا هذه الزاوية الموجهة هي اللي كنسميها يوافق تيتا بترديد دوب. اذا عمدة العدد العقادي هو الزاوية اللي كن ما بين او اللي هي المتجهة دي المحور الحقيقي وما بين او ام يعني المتجهة الصورة دي العدد العقادي. اذا نخدو بعد الامثلة اذا نحاول نخدو عمدة عدد عقادي ونخدو الحالات الخاصة دي العدد العقادي. اذا الحالة الاولى زائد واحد كنسمي جوج. اذا دائما العدد العقادي المنعدم ليس له عمدة. اذا زائد واحد كنسمي جوج اذا زائد واحد يعني الصورة دي العقادي المحور الحقيقي. اذا في هذا المكان هذا. وبالتالي هنا الزاوية هي زاوية منعديمة. يعني الزاوية او ام ا هي زاوية منعديمة. اذا العقادي المنعدم اذا زائد جوج فأنا نحاول على المحور الحقيقي ولكن في الجهة السالبة. اذا زائد جوج كنسمي ناقص ثلاثة. يعني إلا ما اتلنا الصورة دي العقادي فأنا نحاول في هذا المكان هذا. يعني ام جوج. وبالتالي في الزاوية اللي كنا ما بين او و ام جوج كنسمي بي. اذا العقادي زائد جوج يوافق بي بترديد دو بي. الحالة الثالثة العقادي المنعدم العقادي زائد ثلاثة. عدنا زائد ثلاثة كنسمي جوج اي. اذا إلا بطلنا صورة دي العقادي زائد ثلاثة فأنا نحاول على المحور التخيولي. اذا هنا ام ثلاثة وبالتالي في الزاوية تساوي بي على جوج. اذا العقادي زائد ثلاثة توافق بي على جوج بترديد دو بي. العقادي زائد ايضا نحاول على المحور ناقص جوج اي. اذا ام دي العقادي ستحضر ناقص بي على جوج. اذا عقادي زائد ثلاثة بالزاوية. و بالتالي في الزاوية. اللي كنا ما بين او و او او الربعة. كنسمي ناقص بي على جوج. اذا ناقص بتوافق ناقص بي على جوج بترديد دو بي. ترجمة نانسي قنقر